موسيقى موسيقى مرحبا الرحيم هذه كلمة باسم موظفي وموظفات وكالة الحوض المائي اللوكوس لموقعين على واحد عريضة تضامنية مع السيد عبد الرحمن محبوب مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس بعدما تناهى إلى علمنا خبر انهاء مهمة السيد عبد الرحمن محبوب كمدير لوكالة الحوض المائي اللوكوس وإلحاقه بالمصالح المركزية بالوزارة حيث تم توقيع عريضة تضامنية وقعها لحدود ساعة خمسونة موظفا وموظفة لوكالة الحوض المائي اللوكوس هذه العريضة تشيد بالجهود الكبيرة والعمل الدؤوب والمضني الذي قام به السيد عبد الرحمن محبوب كمدير الوكالة حيث شهدت الوكالة منذ توليه منصب مدير الوكالة والذي لم يمر عليه سنة كاملة حيث تم تنصيبه خلال سنة 2021 خلال شهر مارس حيث فعلا شهدت الفترة التي تولى في هذا المنصب تنمية ونهضة كبيرة لا على المستوى اجتماعي ولا على المستوى المهني ذلك أنسي محبوب كما هو معهود فيه حل المشاكل الاجتماعية والتقرب من الموظفين والإنصاط إليهم وحل مشاكلهم بشكل جدي وقريب مما ساهم في خلق جو من الانسجام والتفاهم بين الموظفين وأدى إلى رفع المرضودية العمل والرغبة في الاجتهاد أكثر كما قام بفتح مجموعة من الأوراش الكبرى في عهده حيث تم اقتناء قطعة أرضية من أجل بناء مقر جديد لبكالة حوض الماء اللوكوس بعدما أصبح هذا المقر غير لائق للعمل في ظروف مهنية كما هناك مشروع سكني كبير يشتغل عليه السيد عبد الرحمن المحبوب لفائدة موظفين وموظفات ويكالة حوض الماء اللوكوس خاصة الفئات الهشة أصحاب السلم 5 و 6 و 7 حيث سيستفيدون من سكن مما سيساهم في دعمهم اجتماعيا وإنها أزمة السكن التي يعانون منها علاوة على حل مجموعة من المشاكل كما تعلمون بعد حادثة رايان الأليمة التي اهتز إليها العالم أجمع هناك حملة وطنية انخرط فيها السيد محبوب وقام بوضع استراتيجية كبيرة من أجل محاربة حفر الأتقاب والآبار العشوائية وهناك حملة قوية لشرطة المياه من أجل إحصاء عدد الآبار والطمر العشوائي منها والغير المرخص منها إضافة إلى مجموعة من الأوراش التي يشتغل عليها السيد عبد الرحمن المحبوب منذ قدومه لتطوان لذلك نحن كموظفي وموظفات وكالة الحوض الماء اللوكوس نلتمس من الجهات العليا التي أصدرت هذا القرار مهما كانت الأسباب التي وراءه نلتمس منهم مراجعة هذا القرار والإبقاء على السيد عبد الرحمن المحبوب في منصبه كمدير لوكالة الحوض الماء اللوكوس خدمة لمصالح الوكالة من جهة خدمة لقطاع الماء على مستوى جهة طنجة طوان الحسيمة خدمة للمصالح الاجتماعية لموظفي وكالة الحوض الماء اللوكوس وخدمة للصالح العام لهذا الوطن الذي نعتزه جميعا بالانتماء إليه فجميع موظفي وموظفات وكالة الحوض الماء اللوكوس الموقين على العريضة هذا الخبر نزل عليهم كالساعقة نزل عليهم كالساعقة وأكد عليها مما خلف في نفسهم حزنا وأسا عميقا جدا وخلق حالة من اليأس والإحباط داخل الوكالة نفسية مهزوزة عند الموظفين الذين وقعوا معنا على العارضة الكل يشعر بالضياع خاصة حلم إقامة مشروع سكني لفائدة الموظفين لأنه انخرط فيه بقوة ويعمل كل ما في استطاعته من أجل إنجاح هذا المشروع وكل اليوم يحس بالإحباط ويحس بضايع الأمل وضايع هذا المشروع الكبير الذي نشتغل عليه لذلك يوجهون نداء والتماسا سواء للسيد رئيس الحكومة أو للسيد وزير التجهيز والماء وإلى المسؤولين المركزين بالوزارة وكل غايور على هذا الوطن وكل غايور على قطاع الماء بجهة طنجة طوان الحسيمة وكل غايور على المصالح العليا لهذه الوكالة نناشدهم جميعا من أجل الإبقاء على السيد عبد الرحمن محبوب مديرا لوكالة الحوض الماء اللوكوس ودعمه ماديا ولوجستيكيا من أجل إنجاح مهامه والسير قدما في مسيرته كمديرا لوكالة الحوض الماء اللوكوس وشكرا جزيلا لكل سواء للأطر النقابية الحاضرة معنا اليوم وكذلك لمختلف المنابر الصحفية الحاضرة معنا اليوم ولقد كان من المرتقب أن تكون اليوم وقفة تضامنية سلمية إنسانية نرسل فيها رسالتنا إلى الجهات العرية لكن كما تعلمون فأن وكالة الحوض الماء اللوكوس يمتد منطقة نفوذها تقريبا على جميع تراب جهة طنجة طوان الحسيمة وبالتالي ونظرا للضرفية الجفاف التي تعرفها المنطقة هناك توصلنا اليوم بمجموعة من المهام على مستوى مختلف أقاليم وعملات جهة طنجة طوان الحسيمة وبالتالي جميع الموظفين الذين كانوا من المقرر أن يحضروا معنا فهم في مهام من خدمة للصالح العام وخدمة لأهداف ومهام الوكالة هم جميعا في مهام يقومون بمهامهم والبقية الآخرين من الموظفين يتواجدون اليوم في حمالات إقليمية من أجل إحصاء الآبار العشوائية والوقوف عليها وتحسيس وتوعية السكنة بمخاطر حفر وإنجاز آبار وأتقاب دون ترخيص مما حالة دون حضور هؤلاء الموظفين والموظفات لكنهم دائما يعبرون عن موقفهم من خلال العريضة التضامنية الإنسانية المرفوعة إلى الجهات العليا ونتمنى من الجهات العليا أن تراجع موقفها وأن تأخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار وتراجع قرارها دائما لما فيه المصالح العليا والمصالح العليا سواء للوكالة سواء لموظفي الوكالة سواء لقطاع الماء بجهة طنجة طوان سواء لمصلح الوطن وشكرا جزيلا